قبل ما خلصت السنة ذي باقي نكملة المهم سماعة أبدا الجديدة AirBots Max دعونا نبدأ السلام عليكم هني فيكم في فيديو جديد اليوم أبدا لعنت عن سماعة الجديدة اللي هي AirBots Max الآن أبدا لعنتها للسماعات يعتبر AirBots العادية تسمع الصوت وكل شيء بلاستيك AirBots Pro نفس العادية لكن ميزات جديدة اللي فيها العزل الصوت وفيها الصوت المحيطي وفيها Special Audio Dolby Atomos والأشياء دي كلها ونزلت الآن برضو AirBots Max ما سمتها Pro Max؟ فيعتبر يمكن في نسخة ثانية رح تنزل السنوات القادمة يمكن مدري المهم AirBots Max شميزاتها؟ أول حاجة طبعا أبدا صوت لكم حركة دقت شراء يمين لفتي سار لحق بعض الشركات اللي قبلها تسربت أنها رح تسمي AirBots Studio بعض الشركات نزلت AirBots أو AirBots Studio على طول قبلها حاجة سمتها AirBots Max حالا شركات ثانية ممكن غير نسمها أردوهم؟ هذه AirBots Max مش مصنوعة لجميع الأشخاص أو جميع البشر لا فيه فئة محددة لحق الناس اللي يحبون الموسيقى والأشخاص اللي يتلذذون في الصوت كيف يتلذذون؟ فيه فئة من الناس كده المهم قيمة السماعة غالية صح أنها غالية بسبب أن الميزات اللي فيها أكثر الشركات اللي في العالم الآن مش موجودة نفس الميزات اللي فيها الميزات رح نتكلم لكم حين عنها كبداية رح نبدأ لكم التصميم بعض الشركات اللي الآن سماعة حقتهم بلاستيك تم باع ب 300 دولار أربعمية دولار بعضهم جلد مبطن بس خفيف مع ألمنيوم قبل حطتك السماعة هذي في ستين ستيل طبعا مشكلة لها ستين ستيل لكن أكثر الشي العمود اللي فوق ستين ستيل وبرضو مقلف بمادة ناعمة الملمس علشان يكون خفيف وكل شي طبعا في التوازن حطت لك أبل نفس السماعة هذي من فوق مسوت الدقة علشان يكون وزن السماعة متشتت بجميع الجهات ما يكون مثلا وزنها ثقيل من الجهة ومن الجهة مش ثقيل برضو الإطار اللي فوق مصنوع مثل ما نشوف قماش وشبكي عشان التنفس شوان ما يكون ضق ما تعرض متلابسها فحركة حلوة من أبل أما البدي الخارجي أو فوق السماعة هنا رح يكون من ألمنيوم أخاف تقريبا أبل لو بتحط كل شي ستينيستيل سيكون وزن السماعة ثقيل الآن السماعة كده بستينيستيل وزنها أعلى من بعض الشركات أو أكثر من الشركات أعلى من سوني أعلى من بوز برضو في الوزن لكن لكن ليس هذه الدرجة من البوز فسماعة غالية سماعة الماتيريا او الصناعة غالية فهذا بسبب ان قيمتها غالية اكثر الشركات مثل ان نرى الجوالات اكثرهم المونيوم قبل البرول وبروميكس ستين ستيل العاديين المونيوم هذا الفرق بين القيمة في صناعة الجهاز وفي ثقل الجهاز طبعا الاذن او من الداخل الاذن هذا مبطن بقماش برضو وفي عزل صوت سوتك قبل النقماش وعزل صوت فيه وبرضو هذي تقدر تفصلهم او تقدر تغيرهم في المستقبل راح ينزلون نفس القطع هذي تنباع من فصله بسبعين دولار احيقول لك بعض اشخاص غالية هي سماعة غالية نفسها غالية يعني عادي ان يكون القطع بالقيمة نشوف شاشة ابل اكس دي اار الاستاد حقها ب الف دولار شفتوك الفرق والقيمة مش موجهة لحق الناس كلهم تجي تقول غالية لان هي مش موجهة لك خلك على جنب فيه السماعات ارخص انا مهين الشخص ويقول ان او او دي غالية وخلاص مش اهانة انت تجي تقول غالية انت انت ما بعرف الميزات اللي فيها هي مش موجهة لك اول ما تقول غالية عرف انها مش موجهة لك فيه اشخاص او فيه سماعات موجودة فيه اشخاص يشترونها تقرب 3000 دولار 4000 دولار فيه سماعات ب300 دولار تنباع الان فيها عزل صوت بس او الصوت كويس بس قبل اتكلم عن ميزات كلها في الطريق الشي اللي حط فيها طبعا كبرات الصوتية داخلية في نفس السماعة تتألف من كده جزء علشان البيس وما البيس فقبل اضع تغنيات جديدة حتى الصوت لو ترفعها تقلل من التشويش برضو فهذا الشي الحلو وبرضو في نفس السماعة داخل فيها 6 مايكروفونات عكس اتجاه الاذن وبرضو فيها مايكروفونين باتجاه الاذن علشان العزل فمايكروفونات الداخل كلها بفلوس دي علشان تسمع الصوت حقك اللي داخل وكل الصوت اللي يوصل لحق الاذن وتسوي عكس لحق الموجات علشان تبعد عنك الصوت ويكون عزل فكل هذي اكتف كلها علط وشغالة وبرضو فيها شريحة H1 هذي الان في سماعة ابل موجودة في كل اذن فيها H1 نقدر نقول تشيب داخلية مسويتها ابل موجودة في السنوات اللي راحت موجودة الآن في كل سماعة فيها القاء الضجيج نفس اي سماعة فيها النمط الشفافية مشكلة السماعة موجودين فيها انك تشقل الصوت اللي حولك تسمع اقوى مشكلة السماعة اللي موجودة فيها حسب سعر زيادة وفيها Special Audio اللي موجودة في AirBots Pro طبعا شخص يقولك اوكي اشتري AirBots Pro افضل من هذي لا هذي فرق وهذي فرق هذي سماعة عادية تحطها هنا وهذي سماعة كبيرة صوتها اعلى والباس اعلى وكل شيء اعلى موجودة لحق فئة ثانية لكن Special Audio نفس اللي موجودة في السينما شوف الصوت المحيط اللي كيف يجي عندك شخص يتمشي مثلا ونجرس في السينما الصوت كيف يلعب فيك وعلى اتجاه اذنك هذي بسبب انها موجودة السماعة هنا فالسماعة مش موجودة في الاجدار مثل السينما الا الموجودة في السماعة في اذنك فاي حركة تسويها تسمع الصوت يختلف مثلا لو انك كده الصوت يمشي كده لكن لو اتلف راسك فراح يجي الصوت بالعكس كده فهذا اختلاف اللي موجودة في سماعة قبل السماعة الثانية مش موجودة فيها هذي الهقيمة برضو برضو فيها مشاركة الصوت موجودة في ال AirBots لكن مثل ما نشوف انك مثلا اذا كان عندك سماعة ثنتين او سماعة هذي و AirBots Pro اذا كنت مثلا لارا مدليش قبل كاتب لارا واحد مثلا مروان زوجك مروان هذا على ان ابل هنا موجود يمكنون تشاركون نفس الصوت فتحطوا مثلا ايباد او اللابتوب او ابل تيفي طبعا لان اجهزة ابل بس تشوون فيلم كل واحد عندها سماعة مثلا الطيارة اذا نفتح عندنا طيران فتسمعون نفس الفيلم او اي شي تسمعونها او الموسيغة في نفس الوقت في جهاز واحد برضو فيها حركة حلوة انه اذا فصلت السماعة من اذنك توقف الصوت بلالبسة يرجع الصوت يكمل والحافظة حقتها اللي الان مدري كيف ابل مسويتها عجبتني موش عجبتني راح نشوف معاكم راح تجينا السماعة و راح نشوف انطباعي لها فالي الان مواصفة اللي اقول لكم نفس اي قناة ثانية في اليوتيوب الان راح تقول لكم الشي عن كلام ابل بس فاذا جات السماعة راح نشوف ونختبرها معاكم اسبوع القادم فلا تنسوا ونشترك في القناة عشان تشوفون مراجعة كاملة ايضا فيها مرحبا او هاي اعرفتها الكلمة ثانية سيري اما بيقولها كده عشان تشتغل اجهزتكم الحفاظة البطارية برضو فيها في السمارت كيس مثلا اما فصلت السماعة تحطها في الكيس حقها على طول تخش في الحفاظة البطارية حركة حلوة كلها من السنسرات تقريبا شالت الكراوند اللي موجود في نفس الساعات قبل حطتها في السماعة فالسماعة نفس الكراوند اللي موجود في الساعات فتقدر تسحب يمين فالسماعة لتعلي الصوت وتنزله لا يوجدها لمسطب من السماعة وفي البور نفس زر اشياء اللي موجود في الساعة هنا شاء لا تحطت لكم السماعة على فوق طبعا السماعة رح تشتغل معك 20 ساعة تستخدام والشحن حقها الشحن تقدر فيها شحن سريع مثلا تقدر شحنها خمس دقائق رح تحطيك ساعة ونصف استخدام فيها لايتنينج ورح تشبك على جميع الأجهزة لكن تكلمت لكم قبل شوية الوديو وعن الدولبي اتيموس والاشياء اللي موجود فيها لازم الجهاز حقه يدعم تقدر تستخدمها في الاندرويد لكن الوديو الان ما توقعنا الاندرويد الان دمع مها فلازم الوديو يكون المحتوى اللي بتشغله مثلا تشوف ابل تيفي اليوتيوب ما الان ما دعم الوديو فالاشياء السينما الاشياء اللي فيها الصوت وجودة الصوت رح يدعم ذلك اذا كان رح تشتري السماعة هذي وانتمو حب بالصوت فاجهزة ابل كلها تدعم الوديو لازم المحتوى برضو يدعم سبيشال اوديو اذا شريتها وشبكتها على الاندرويد ما رح تدعم سبيشال اوديو ما هذا الفرق تقدر تركبها بواير لكن واير مباع من فصل تقدر تشتريها او انك تشتري واير عادي سلك 3.5 وتحط دانجل اذا كنت تشبكها في الايفون مثلا دانجل العادي من 3.5 الى اللايتنينج وتقدر تشبكها في جهازك او انتبهها بواير بسلك او منذ الموقع تكون 3.5 الى اي او سبي سي ممكن تشبك عليها الى الان ما جربنا لكن ابل تبيع لك السلك هذا وما انصح اي شخص يشتري من ابل لان بخبسة لين دولار تغريبا السلك الى 3.5 الى 3.5 وتشوف لك الدانجل بتسع دولار او اذا كان عندك هيفون 7 هيفونات القديمة اللايتنجل في المواصفات الالوان فيه اللون الاحمر الازرق الاخضر الاسود الرصاصي هذه الالوان كلها ففي النهاية ما راح اتكلم كثير عن السعر 550 دولار هل غالي بالمواصفات اللي فيها اقول لك لا لان ما فيه في السوق سماعة نفس المواصفات اللي قلت لكم عنها فيها السماعات الثانية موجودة الصوت اعلى بيز اعلى نويز كونسوليشن الصوت المحيطة برضو مشكلة للسماعات الموجودة فيه سماعات تنبع ب400 دولار ب350 دولار انا اللي ساعة سماعة ب350 دولار مالات بوص ما فيه الا نويز كونسوليشن بس يعني مانع ازعاج ما فيه الاشياء اللي اتكلمت لكم عنها النظر الشكل كشكل الان في الصورة انا ما اعجبني لكن اذا جات لي السماعة راح اجربها معاكم اعطيكم منطباعي لها الان ما نقدر نحكم عن كل شيء واتمنى لا تسمعون لحق المحتوى الثاني اللي موجود في اليوتيوب اللي الان احكم على السماعة وهو اصلا ما شراه يمكن ما راح يشتريها لا الحكم على السماعة اذا شريتها انت واستخدمتها احكم على السماعة لا تحكم على السماعة من انطباع شخص ثاني لا تحكم على السماعة من انطباع المواقع اللي راح تقراها احكم على السماعة اذا جربتها انا راح احكم السماعة و اقول لكم انطباعي ما راح انصح اي شخص لكن لا نقول لكم هذا الشكل هذا اللي اعجبني هذه الميزات اللي فيها وأنت من نفسك تحكم إذا ما عجبك كلامي شوف قنوات ثانية واخد من قبل ما أخلص الفيديو كامل نقول لكم المواصبات بالسرعة عشان تعرفون قيمة القطعة والمواصبات اللي فيها ليش أقول لكم أن مغاربة المسماعات الثانية ممتازة نسبة تناسب الميزات مع السعر خلنشوف مثل ما تشوفون عندكم تكنولوجيا الصوت محرك ديناميكي من تصميم أبل إلقاء الضجيج موجودة في أغلب السماعات نمط شبافية الصوت مشكلة السماعات موازنة الصوت المتكيفة مشكلة السماعات مثل ما تشوف في الديناميكي اللي قلت لكم أو الاسم الصوت المكاني مع خاصية تبع الديناميكي للرأس مثل ما قلت لكم هذا الاسم أن الصوت على لفة راسك يبقى الجسم مكانه يعني مثلا إذا كنت تشوف في فيلمنت والشخص موجود هذا الجهة إذا لفيت راسك الصوت مثلا نحن كده الصوت رح يطلع لك هنا لو تفر راسك الصوت يتغير في مكان السماع يخليه نفس المكان يعني لو تفر راسك الجهة الثانية الصوت جئك من ورا هذه الشي تغنيات مشكلة السماعات موجودة خصوصا في الأيربوتس وبرو يعني في صغر السماع السماع يعني في الصغيرة في هذه الميزة وبنزلت لكم حين في الستوديو يعني ما أن ميزة هذه موجودة في البرو الصغيرة الستوديو لازم تكون ملمة بجميع الميزات وزيادة عليها المستشعرات اللي فيها مستشعر بصري في كل قطاء أذن داخل في مستشعر توقع في الفيديوهات اللي قبل شفتوه اللون الأسود الداخل القطع مستشعر لوضعية الرأس في كل قطاء أذن برضو في كل أذن مستشعر كشف الحافظة في كل قطاء أذن إذا حطيت الحافظة يدري تدري السماع أنك دخلتها في الحافظة وفي الجراب حقها مغياس التسارع في كل قطاء أذن جروسكوب في قطاء الأذن الأيسر جروسكوب ميكروفونات في تسع ميكروفونات مثل ما تشوفون وهذه الميزات قد تسوين بوز تشوفونها الشريحة فيها Apple H1 في كل قطاء أذن رجعنا مرة أخرى لكم خيرات تحكم مثل ما تشوفون في التاج أو الكراون اللي تكلمنا عن وهذه الميزات كلها الأشخاص اللي رح يشترونها مثل ما تشوف رح يتكلم عنها المنتجي لكن هنا ضغط مرتين شي تسوي والأشياء هذه كلها الوزن والحجم قلت لكم أن الوزن أعلى من بعض السماعات لكن مش من كل السماعات منما نشوف هذا وزن السماعة وأبعادها وهذا وزن الكيس اللي هو بتحطه فيها البطارية تكلمنا عن البطارية والاتصال محتوات العلبة هذه المحتوات من المنتجوونها هنا عندكم تسهيلات الاستخدام متضلبات النظام التوافق في بعض الأشخاص يقول لك التوافق مع السماع نفسها فهذه كلها جيال التوافق مع السماعة ومش بس ديلي هذه مع الميزات كلها اللي تكلمنا عنها لكن إذا كان عندك أي جهاز داني بالبلتوث تقدرش بكع على أي جهاز بلتوث حتى الجهاز اندروب ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك بالغناء واشتراكوا حسابي سامتشار في ضبطكم وعمال لك لما يقضى ونشر المقطع ولا تنسون مفضل دعاكم السلام عليكم